صباح الخير كيف كونشو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير رح أحكي عن كاكاو وفقر الدم كاكاو وفقر الدم كاكاو من أهم المشروبات الساخنية الغنية بالعناصر الغدائية للجسم لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسادة، أنتي أكسيدانت ومضادات الانتهاب أنتي إفلاماتوري بالإضافة إلى مجموعة من المعادن الأساسية مثل الماغنيزيوم الكالسيوم والفوسفور، القيمة الغدائية الكاكاو الكاكاو غني بالمعادن مثل حديد الماغنيزيوم، الكالسيوم، الفوسفور، نحاس، المنغنيز، كما أنه مصدر غني للسلينيوم، البوتاسيوم، الزنك مع تزويد الجسم بالكربوهايدرات، الاليابة الغدائية، بإضافة إلى ذلك نسبة كوليسترول في الكاكاو تكاد تكون لا تسكر يحتوي الكاكاو على زبدة الكاكاو التي قد تكون مزيجاً من الضهون الأحادية غير المشبعة مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والدهون المشبعة وحمض الأكتا ديكونيك وحمض هكسا ديكونيك فوائد الكاكاو الصحية يحتوي الكاكاو على كالسيوم أكثر من حليب البقر يحتوي الكاكاو الخام العضوي على كمية من الكالسيوم أكثر من حليب البقر تصل إلى 40% أو أكثر إنها فكرة صادقة أن تمتلك علوبتين من الشوكولات على مدار اليوم أحسب بلا سكار يحتوي على مضادات الأكسا دي 40 مرة أكثر من العنب البري بلو بيري يحتوي الكاكاو الخام العضوي يحتوي الكاكاو الخام العضوي على مضادات الأكسا دي أكثر من 40 مرة من العنب البري يحتوي على درجة ORAC تبلو 98 ألف لكل ميتي جرام مقابل 2400 منع التوت ليس من المحتاج قياس قوة مضادات الأكسا دي في الطعام لامتصاص الجزور الحرة في الدم والتي تأتي من السموم والتلوث في الطعام والمشروبات وبالتالي البيئة والتي تسبب تلف الأنسجة والخلايا وقد تسبب أمراض مثل أمراض القلب والسرطان إجمالا يوجد 600 مادة مضادة الأكسا دي في الكاكاو العضوي الخام وهو عبارة عن البرتقال والتوت الشامي والشاي الأخضر والعناب البري إنها أعلى من المصادر النباتية ضمن عنده فيه كتير نسبة حديد إذا كنت تحاول عسور على المزيد من الحديد وكان النظامك الغذائي نباتيا فلا تبحث عن المزيد بالمجمل رح نحكي عن نظام نباتي لاحقا أنا ما بشجع عليه قد يكون الكاكاو مصدرا أعلى الحديد من النباتات لأنه يحتوي على 7.3 ميلي جرام من الحديد لكل 100 جرام مقارنة بالسبانخ التي تحتوي على 3.6 ميلي جرام ولحم البقر والضاء 2.5 ميلي جرام لاحظ أن الحديد الموجود في الكاكاو العضوي الخام ليس عادة من الهيم الحصول على أقصى درجة من الفوائد غالبا ما يتم دمجه مع فيتامين سي والحديد أو البرتقال يحتوي على فيتامين سي أكثر من 40 مرة من البرتقال الكاكاو وفقر الدم يجب تجنب شركة الكاكاو للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بالمجمل لا أنا مانع مع هذا الموضوع يعتبر الكاكاو من المشروبات التي تفيد بالنسبة للعلاج في قدام راجع الفيديو السابق يعتبر الكاكاو العضوي الخام أحد الأفضل مصادر نباتية للماجنيزيوم والذي يعد واحدا من أهم المعادن التي الموجودة بنقص ممكن تتعرض لنقص بالجسم البشري الماجنيزيوم مهم لصحة القلب يساعدها لتحويل الكوكوز إلى طاقة نستهلكها التي تمكن الدماغ من العمل بتركيز حاد وواضح فبائد الكاكاو لعلاج الاكتئاب الكاكاو العضوي الخام هو مصدر وفير للمواد الكيميائية التي ثبت عالميا أنها تؤثر على الحال المزاجية على الحال المزاجية وتقلل من الاكتئاب في عنه السيروتونين فينيل إتيل أمين والأناندامين ترتبط هذه النقيلات العصبية مشاعر دافئة بالرفاهية والسعادة حتى أنها قادرة على تخفيف الاكتئاب إنه مشروب صحي والذي الصبيعي للحصول على السعادة فوائد الكاكاو للبشرة يحتوي نبات الكاكاو على بروتينات نباتية حيوية تفيد خلايا الجلد وتساعد على تنشيط الدورة الدموية مما يسهل وصول العناصر الغذائية إلى الخلايا وبالتالي تبدو البشرة مجدودة ونظرة أظهرت الأبحاث أيضا أن مركب البوليفينول مضاد للأكساد الموجود في الكاكاو هو أحد المكونات النشطة في مقاومة الجزر الحرة التي تسبب شيخوخ الخلايا إضافة إلى ذلك فإن الجزيئات الموجودة في الكاكاو مثل سيوبرومين والسيروتونين تغذي البشرة بشكل فعال وتروحها بعواقب الشيخوخة كما أنها تقوي دفاعات الجسم في مواجهة أشعة الشمس وتكافح أضرارها عن طريق زيادة السماكة الأنسجة تعزيز قدرتها على حبش الرطوبة والرفاهية العادة بالمجمل لما في عندي رطوبة دائما أحد الأشياء ينصح فيها أن يحاولوا حافظوا على نسبة رطوبة عالية بالبشرة وخصوصا لما تطلعوا من الحمام أو بعد تعرض لجو ساخن لكي لا تجف البشرة الكاكاو البداني أظهرت دراسات كثيرة فوائد الكاكاو في الوقاية من السمنة التي يسببها النظام الغذائي عالي الدهون ساعد سهلاك الكاكاو في تعديل التمثيل الغذائي والتقليل تخليغ ونقل الأحماض الأميني الدهنية إذن يقلل من تكديس الأحماض الدهنية في الجسم يعزز توليد الحرارة ينتج الدفء تمام؟ بالنسبة للتخصيص يساعد على تقويل تقوية أو تنشيط عملية الاستقلاب الغذائي الميتابوليزم للدهون الأيد أو الاستقلاب كما يعمل على تقليل تكوين الدهون داخل الجسم التالي فهو فاعل في التخصيص والتخلص من الوزن الزائد يحتوي الكاكاو الخام على نسبة عالي من الإياف الغذائي التي تفيد تطعطي إحساس بالشبع مما يجعل الفرد لا يأكل كمية كبيرة من الطعام على أدراء الكاكاو ومعندد الكافاين حكينا عنها قد يكون الكاكاو مصدر الكافاين مع ذلك فإن تناول الكافاين الدائد يمكن الزائد يمكن أن يسبب أسائل جانبية مختلفة مثل زيادة التبول كسر التبول أرق عدم انتظام ضربات القلب يمكن أن يؤدي الكافاين أيضا إلى تفاقم ظروف الأشخاص الذين يعانون بالفعل اقتراب عقلي أو إسهال يمكن أن تسبب الكميات المفرطة من الكافاين أثناء الرضاعة طبيعية آلام عند الرضاع ردود الفعل التحسوسية يمكن أن يسبب الكاكاو الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بما في ذلك الحساسية وتفاعلات الجلد صداع النصفي وعدم الراحة بالجهاز الهضمي مثل الغاسيان الغاسات قد يؤثر كافاين على بعض الأضوية الموصوفة عندما عملوا مقايسة تشخيصية مرتبطة بالأمعاء شاهدوا هذا الشيء يوصى عموماً تجنب المشروبات أو الأطعم التي تحتوي على الكافاين قبل الإختبار بالإضافة إلى حبوب الكاكاو تم أيضاً تقدير الاستهلاك العلاجي للكاكاو زبدة بالماضي بالمجمل وشافوا أنه في نسبة مضطردة ما بين أنه تعالج الأمراض الجلدية إلا الحساسية منها ممكن يسبب كمان اضطرابات بالأمعاء أو قد يساعد على شفاء الجروح طبعاً الكاكاو الطبيعي الخام يحتوي على مركبات الفلافونول الأصلية المفيدة ولكن بدكم تشوفوا إذا هاي متوفرة أو لا طبعاً ننتبهوا عند استهلاك الشوكولات الشوكولات لازم تستهلكوا الشوكولات الداكنة تمام في أبحاث بدل أنه يتميز بقيمة غنية جداً الكاكاو يتميز بقيمة غنية جداً الإلاج ببداء النحاس مما يؤدي إلى تحسن كبير في مستوى الهيموغلوبين والكوريات البيض محتوى النحاس في هؤلاء المرضى دايماً كان لما ناخد الكاكاو كان يرتفع طبعاً مكون غذائي غني ممكن إدراجه بالنظام الغذائي بيعطي طاقة كمان يساعد في منع وعلاج الأمراض الناجمة عن نقص النحاس داخل الدم هات كان كمان بيساعد سرطان البروستات إلو فوائد علاجية تقليل كوليسترول سمن الانساك السكري الربو سرطان ومتلازم التعب المزمن والكثير من الأمراض العصبية مثل ما قالنا مفيد لسرط التأم الجروح العنايب البشرة يساعدها لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية يساعد في علاج نقص النحاس هات كان الفيديو الخاص بالكاكاو إن أعجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس مثل ما قالت لكم بالنسبة للكاكاو هو بيساعد كثير لازم نعرف هذا الشيط بيساعد كثير في علاج مشكلة نقص النحاس مع علاج مشكلة فقر الدم هات كان الفيديو نعجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس معكم دكتور باسي